كمان نروح بقى للمنتخب الوطني لكرة اليد الحقيقة اللي بدأ استعداداته النهائية لمواجهة منتخب تشيلي في افتتاح بطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال في الساعة السابعة مساء يوم الأربع اللي جاي على صالة أستاذ القاهرة الدولي مصر هتستضيف البطولة ان شاء الله بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ بطولات العالم وست إجراءات احترازات طبية كبيرة ومشددة جدا بسبب فيروس كورونا والمنتخب الوطني زي ما حضرتكم شفته في القرعة بيتواجد ضمن المجموعة السابع اللي بتضم منتخبات السويد والشيك والشيلي وبيلعب مبارياته على صالة أستاذ القاهرة الدولي المنتخبات المشاركة بتبدأ في التوافض خلاص لمصر بداية من يوم الاتنين اللي جاي هيكون منتخب بيلاروسيا أول الواصلين لمطار القاهرة بعد المنتخب الياباني اللي خلاص وصل من يوم 3 يناير ولاعب وديتين قدام المنتخب الوطني لكن منتخب البرازيل بيأكد أن هو هيوصل يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله مباراة أو بطولة بنتمنى أن نحن نشوفها الحقيقة فأفضل وواصقين أن نحن نشوفها على أكمل وجه طبعا لأنها تكون على أرض مصر وبنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني أنا بتقالي فيه جرعة تفاول وفيه جرعة ثقة شبابنا طبعا الفاز ببطولة العالم السنة اللي فاتت أعتقد بيدي دافع كبير جدا لمنتخبنا عشان مش عايزة أحطه تحت ضغط وأقول مثلا أنه يفوز بالبطولة لأنه أنا بتقالي المنافسة هتكون شارسة جدا وأنا متوقع طبعا مستويات المنتخبات خصوصا المنتخبات المرشحة تكون في أحسن حالتها لكن خلينا أقول أنه إحنا عندنا فرصة كويسة أن نحن نوصل لمركز محترم يعني يعني على الأقل لوصلنا مربع الزهبي أعتقد ده شيء هيكون مرضي جدا من نسبة المصرين اللي يزود من مستوى التفاؤل ويزود كمان من مستوى ثقاتنا في أن نحن نقدر نوصل مربع الزهبي عاملين أساسيين طبعا زي ما أنت قلتي أن البطولة بتلعب على أرض مصر وده بيبقى من جول بيدي اللعيبة حافظ أكبر أنه بطولتنا على أرضنا فبالتالي لازم يكون لنا يعني لازم يكون لنا دور لازم يعني مؤثرين والجزئات التانية والحضور الجماهيلي طبعا إن شاء الله كان نفسي الصلاة تبقى مليانة ولكن حتى فعلا زي ما بتقول كده لو الحضور بسيط حتى هيفرق جدا مع اللعيبة في أرض ملعب طبعا والجزء التاني هو استعداد المنتخبات اللي جاي تشارك في كاس العالم يعني طبعا إحنا مطش البرازيل المفترض الودية التالتة لمنتخب اليد تلغى وبالتالي هنلعب على طول بقى هندخل على مطش تشيلي على طول إن شاء الله بإذن الله يوم الأربع لكن خلينا أقول لحضورتكم إن ظروف العالم ظروف الكورونا واللوكداون اللي حصل في بعض الدول الأوروبية والتخوف الشديد جدا من الاحتكاج زي ما تلغت مطش البرازيل كده أعتقد ده برضو ساهم في إنه يقلل شوية من قدرات الفرق المنافسة على الاستعداد بشكل طبيعي اللي بيحصل قبل بطولة كل قبل كل بطولة عالم ما حصلش وبالتالي أعتقد ده برضو يزود شوية حتى لو بنسبة بسيطة من فرص المنتخب الوطني إن شاء الله منتخب مصر الأول وإن شاء الله بإذن الله يقدموا عروض قوية ويوصلوا يعني نتمنى طبعا أشوفهم في النهائي ده يبقى شيء عظيم جدا وحاجة ما تتنسيش أبدا